يتبقى طبعاً الوضع في منطقتنا وفي العالم وزي ما بقول دايماً مصر دايماً لها سوابت في سياستها بتتسم دايماً بأنها تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة ودي مش أنا بس اللي كنت أحريس أن أنا أدير سياستنا الخارجية بالطريقة دية لكن أتصور أن إحنا كان دايماً مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال وما زلنا على كده لأن نتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إيجابي دايماً في إيجاد حلول للأزمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا وهي كتير زي ما أنتم شايفين دول الجوار عندنا أشقائنا في ليبيا أشقائنا في السودان بدون شكل أزمات دي لها تأثير علينا أيضاً لكن إحنا بنحاول نكون عامل إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار وكان الهدف منه من إحنا بالتنسيق مع دول جوار السودان إحنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء ويعني تعود السودان مرة تانية يا رب وفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله موسيقى موسيقى